السلام عليكم معكم ابن العاصمة رانا 8 اكتوبر 2019 خوتي اليوم تكن موضوع مهم اللي هو الانتخابات والرئاسيات ورئيس الجمهورية خوتي لازم كما نقولو نبينو ولا نوضحو يعني الحالة اللي رانا فيها خوتي ولا الوضع اللي رانا فيها وضع خاطير خوتي نحن رانا بلا رئيس الجمهورية وهذا يعني يسمى مرانا دولة ضعيفة 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 لا تقدروا اجتماعين نحن عدنا منصب في الدولار هولي فارغ يعني عدنا كورسي فارغ عدنا دولة وعدنا شعب وما كانش يكون يمثل هاد الشعب بون على بالي كان يناس يقول لك اه اخ واشنو هاد رئيس واشنو مبعد كان رئيس لما كانش كيف 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 ماشي كيف كيف حوتي ماشي كيف كيف ديروا مليح في بلكم لازم يكون كان بريزيدون مليح ولا مليح لازم يكون كان بريزيدون وكاين الناس راهيلي كما اقولوا حب تدخلنا في حيط كاين الناس مساعدة هاد الحال كاين دول حبا حبا نكونوا في مشاكل حبا نكونوا بلا رئيس باش هاد الدول يقولوا بيزنزو بينا يقولوا نيقوسيو في بلاستنا يقولوا كيشغل نقولوا احنا شعب يعني شغلة يتامة يعني ناس هادر في مكاننا وناس تنترفون علينا يعني يتامة احنا مساكن وناس لا يتخدم ضد يعني ضد الواطن اي عارفة بهذه الأشياء عارفة وكاين ناس كيفية تتقدم يعني باش يرشحوا انفسهم بس كهم فاهمين الوضع كذلك والحمد لله يعني شفنا بزاف ناس يعني نخبة ممتقة فالحمد لله يعني حب تترشح ولا يعني راح تترشح بإذن الله المهم انا وش حبيت نقول خوتي باللي احنا عدنا كورسي هذا لازم يتعمر ولازم ناس ولكل جزائر يحر مسلم ووطني يحب بلاده لازم نعمروا هال الكورسي الفارغ ومن بعد ان شاء الله نزيد ونكملوا المصار بتاعنا والمطالب بتاعنا نبدأ ونحقوا في المطالب بتاعنا ومطالب تحقق خوتي بالوعي قد ما نكونوا متقفين ووعيين قد ما تسهلنا يعني اصلاح الجزائر ومحاربة الفساد ومحاربة الخوانة ومحاربة الخوانة لازم تفهموا خوتي الجزائريين نحن ما نحن نأيدوا في الأنظمة نحن لابنا الأنظمة العربية والفشل تحها والطواطئ تحها مع الغرب ما نحن ننصروا فيهم هكذا برك بصحنا يعني نكونوا معارضين مش كما كانوا لقبنا يعني كانوا معارضين بصح كانوا يخدموا في الغرب تقريبا كانوا بخاوة أخوتي يعني كانوا معارضين عندهم غير اللسان ما عدوش عندهم نحن أخوتي لازم نكونوا معارضين وعيين نتقفين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم كيس فاطن كيس فاطن خوتي كان الناس من ربعة وخمس سن خوتي من ألف وتسعمائة وربعة وخمس سن اندي للتورة أول نوفمبر كان واحد الأمانة كان تتمد من يد ليد في السرية حتى لحقنا الالفين وتسعتاش هذا بش الحمد لله هذه الأمانة لحقت لمواليها وحنا لازم نعاون الرجال ليهم ليك رافدين هذه الأمانة أخوتي وحنا نروحوا الانتخابات بإذن الله والشعب يستنف هذا النهار أو يستنف 12-12 هلا بلو بلي هذا النهار النصر بإذن الله ونلحقوا ونديروا رايس بإذن الله ونعمروا هذا الكرسي الفارغ أخوتي نحن بلا رايس نقدر نقوله يعني تقدر تقول جسم الإنسان بلا جهاز ماناعة يقدر يتصدر يعني الأخطار كبيرة يعني يقدر يفيتها يقدر يفيت التهجم خارج يقدر يضرب يقدر يضارب ما عندكش جهاز الماناعة بصح ما يمنعكش باش تضارب تقدر تقتل تقدر كلش ما عندكش جهاز الماناعة بالصح بصد شيء ولا أصغر شيء تشوفوا بالمجهر باكتيريا فيروس يحطموك أخش ما عندكش جهاز الماناعة نقدر نقوله بالليحنا رانا بلا رايس رانا بلا جهاز ماناعة صح عندنا جيش ما شاء الله جيش مسلم يقدر يتصدر يعني الهجمات يقدر يتصدر يقدر يتصدر العدو يقدر تصدر المؤامرات صح بلا رايس يحطموك خوتي يحطموك لو كان يقعد هكذا بلا رايس يقدروا يلقاولوا لي بوان فابلتاعوا كما ركو تشوفوا نهم اللي باعتين من الخوانة العمالاء كيفش راه ملك يديروا في البلبلة في الجزائر وبين الشعب كيفش حرفوا الشعب التاريخ كيفش حتبناوا المبادئ التاعنا الإسلامية يعني ما تركوا حتى هجم لمسوهاش في البلاد هذي كيفش يعني ضاعفونا المؤسسات التاعنا أخوتي تشوفوا يعني نهارنا يعني نهند الحراك نهند الحراك تقدروا تقولوا هدك نهار 22 22 من الشهر هذك تقدروا تقول المؤسسات كلها ضعافة هما أول حاجة دروها هي وشنو؟ الجهاوية الهاوية يعني أول حاجة باش تشوفوا يعني شمعانتها مؤسسة تضعاف حوتي تقدروا تشوفوا هد المؤسسة تحت بني الدين كما نقول حنا السياسيين لو كانت ميلعب بنا لعب لو كانت هم لك مرمدوا فينا كما يحبوا تقدروا تشوفوا يعني لو كان مؤسسة العسكرية ماشية لحكمة المؤسسات كما نقول استرجعتها و أمنتها تقدروا تشوفوا تشوفوا هدك المؤسسات تراهم لك بني الدين هدو العلمانيين وشاو صاري فينا دوك أخوتي مال احنا لازم نروحوا الانتخابات بإذن الله ونزيد نوعيه يعني الشباب الجزائري أو الشعب الجزائري عامة بللي هذ الأمر مهم وحنا مبعد كي جينا رئيس بإذن الله نتبعوا هدك الرئيس نتبعوا الحكومة تاعه ونكملوا نكملوا مطالب تاعنا ليه محاربة الفساد وإصلاح المؤسسات كل مؤسسات وتنظيم صفوف الأمن اللي راوليكم مخرب قاع والأمن هنا نقصد يعني وزارة الداخلية يعني اللي تابع الوزارة الداخلية لازم نلحقوا خوتي وننصبوا رئيس جمهورية يمتلنا لازمنا راجل لازمنا رئيس يمتلنا هذه دولة وفيها شعب وكان لازم يكون كان يمتلها كما قلت لكم خوتي كان نتكلم هكذا احنا نعرفه 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 الأنظمة هذه العربية وفاسدتها والمشاكلتها ما يجيش واحد يحتي يحكي لنا وشكين وشما كانش بس احنا لازم نكونوا معاردين يعني فنانين فن في المعارضة مش معاردين كما قلت لكم يعني اللي سبقونا غير يعني غير اللسان وما كان حتى نتيجة المهم خوتي الموعد تعنا ان شاء الله 12-12 سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم